هنا مطار القدس ومن هنا أقلعت آخر طائرة خارج حدود فلسطين عام سبعة وستين قبل أن تستولي عليه إسرائيل وتلغي الدول رحلاتها منه وإليه كونه يقع في نطاق الأراضي المحتلة ليخصص بعد ذلك للرحلات الداخلية حتى عام الفين حيث أغلق لما وصف بدواع أمنية هجر المطار الذي أنشئ في عشرينيات القرن العشرين وشطب تاريخه بجرة قلم بعد إعلان بلدية القدس الإسرائيلية مؤخرا نيتها إقامة أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية على أراضيه ومن على أراضيه أطلقت التحثيرات الدولية من مخاطر هذا المشروع الذي بدأ الترويج له وإرساء البنية التحتية لإقامته إذا أنشئ هذا المشروع في المستقبل القريب فإنه سيهدد بشكل أساسي التجمعات السكانية الفلسطينية هنا التي تضم ما بين سبعين وثمانين ألف فلسطيني وتعزلهم خلف الجدار الفاصل وسوف يخلق منطقة تعزل القدس عن محيطها القريب من رام الله حصر المطار على مدار العقدين الماضيين بتجاوزات جعلت من إعادة تشغيله أمرا مستحيلا جدار وحجز قلنديا العسكري الذي يتوسع باستمرار على حساب أراضيه وأبنية سكنية شاهقة لم تبق من شواهده إلا مدرجا متهالكا ومبنى برج المراقبة هذا الذي لم يعد له ما يراقبه هذا ينظر بشكل خطير لتأبيد الاستعمار وتعزيز نظام الفصل العنصري ويرتكب جريمة كبرى الاحتلال بحبسنا في 176 كنتون ومعزل في الضفة الفلسطينية مع إغلاق هذا المطار وتدمير مطار غزة خلال الانتفاضة الثانية عام 2000 حرمت أجيال فلسطينية من التعرف على الطائرة إلا من خلال الصور أما سفر الفلسطيني إلى الخارج فيستدعي الانتقال أولا إلى الأردن ومن ثم إلى العالم الخارجي عبر مطار الملكة علياء في عمان لعقود طويلة كانت السماء هنا تعج بهدير الطائرات المتجهة من القدس إلى العالم واليوم أصبحت تعج بهدير الجرافات والحفارات الإسرائيلية توطئة لبناء مستوطنة جديدة ستقتل حلم أجيال فلسطينية بامتلاك مطار لهم يكون نافذتهم على العالم الخارجي في رسلت في سكاي نيوز عربية شمال القدس ترجمة نانسي قنقر